موسيقى موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز للباحث بمؤسسة القرن الأمريكية فانسيس كامبانيس بعنوان مستقبل سوريا ثقب أسود من عدم الاستقرار قال فيه إن سوريا اليوم عبارة عن فسيف ساء من الإقطاعيات الصغيرة اذ تخلت الدولة عن سيطرتها على أراضي واسعة لإيران وروسيا وحزب الله والمعارضة المسلحة من تنظيم الدولة إلى مجموعات المعارضة الصغيرة وأوضح كامبانيس أن هذه المجموعات الصغيرة المعارضة يقودها تجار حرب محليون يعتمدون على مانحين أجانب وأنهم يرسمون حدود مناطقهم بنقاط تفتيش مسلحة وأن زعمائها الذين تذوقوا طعم السلطة حتى بمستوياتها الدنيا لن يخضعوا لأي سلطة حكومية وطنية وحذر من أن انهيار سوريا سيعرض استقرار الشرق الأوسط لتهديدات كبيرة لأن سوريا كانت لعبا كبيرا بالمنطقة منذ الحرب العالمية الثانية إيجابيا أحيانا وسلبيا أحيانا أخرى موضحا أن سوريا ستفرد نفوذها هذه المرة على المنطقة كثقب أسود لا حدود له وأضاف أن الحرب السورية نشرت بالفعل الفوضى بتشريدها ملايين اللاجئين إلى ما وراء الحدود وحضانتها لتنظيم الدولة وتهريب الأسلحة الكبيرة والنشط والأموال للميليشيات بسوريا وقال إن الفصل القادم من الحرب السورية سيكون أسوأ ولو أبرم جزء من المعارضة المسلحة اتفاقا مع حكومة رئيس بشار الأسد لأن المساحة التي سيحاول الطرفان حكمها ستكون بقايا دولة كما أن الاقتصاد الإنتاج الصناعي ونظم التعليم والصحة التي كانت تعمل بشكل جيد بمقاييس المنطقة لن تعود كما كانت وتساءل الكاتب عن الأمال التي أعرب عنها الجميع في محادثات جينيف قائلا إن من أسبابها سياسة القوى العظمى إذ أن روسيا وأمريكا تبحثان عن طرق للتهدئة ويعتقد الدبلوماسيون في كلا البلدين أن التوصل لاتفاق حول سوريا في جينيف سيؤدي إلى تقدم في قضايا أخرى يعتبرونها أكثر أهمية مثل أوكرانيا والسبب الآخر هو الشعور بالإنهاك إذ أن إيران وحزب الله استمر يدعمان نظام الأسد فترة طويلة دون تحقيق مكاسب واضحة لولا تدخل الروسي بالإضافة إلى أن أمريكا وتركيا والدول التي تدعم المعارضة درجة على وقف دعمها كلما تقدمت هذه المعارضة ميدانيا لعدم ضمان أن هذه المعارضة ستتصرف بمسؤولية إذا تسلمت السلطة ونطالع في صحيفة التايمز تحقيقا على صدر صفحتها الأولى لأندرو نوفرولوك كبير الصحفيين الاستقصائيين لديها بعنوان الأئمة مسموح لهم نشر خطاب الكرهية في السجون تقول الصحيفة إن وزارة العدل البريطانية قامت بتعيين عدد من الأئمة لوعظ سجناء المسلمين لكن بعض هؤلاء يتسمون بالتشدد ويقومون بنشر خطاب الكرهية وتضيف الصحيفة أن تقرير أن تقرير مراجعة التطرف الذي أعدته الحكومة العام الماضي أوضح وجود كتيبات ومطويات واستوانات مسموعة تحض على التطرف في عشر سجون في بريطانيا وتشير الصحيفة إلى أنه في مطلع عام 2016 ضمت السجون البريطانية 12328 سجينا مسلما منهم 131 سجينا أدينوا بالإرهاب ونحو ألف آخرين يبدو أنهم قابلين للتحول إلى إرهابيين ما يجعل نسبتهم بين السكان نحو 4.8% لكن نسبتهم إلى السجناء تزيد إلى أكثر من 14% ونطالع في صحيفة ستار التركية مقالا لأحمد تشاكيران بعنوان التعريف الجديد للخلافة رأى فيه الكاتب بأن الأمة ومنذ الحرب العالمية الأولى والعام الإسلامي والعالم الإسلامي يعاني الضعف والهوان وفي سبيل تخليص نفسه من هذه الظلمات خاض معركته الخاصة خلال المئة سنة الماضية بعنوان وحدة العالم الإسلامي وبهذا نعلم أن مفهوم الخلافة أو الأمة لم يغب عن أجندات العالم الإسلامي أما عندنا هنا فقد كنا نحوم وننتقد مفهوم الخلافة والأمة ونقارنها بتقييماتها التخيلية فظهر حينها الصراع الدامي بين الإسلام والعلمانية حتى تقلبت الأحداث وبات منبع القرار يأتي من موافقته للمصلحة الوطنية أو من معاداته للمفهوم الإسلامي وفي حديث مصطفى كمال أتاترك إبان إعلان إنهاء الخلافة قال لم يعد بمقدورنا لاستمرار في هذا فاليوم ننهي خلافة لنتمكن غدا من تشكيل تحالف جديد يجمع الدول الإسلامية المحررة لعل دافع لما قاله وكونه تحرك استراتيجي في إطار محاولة تجنب الصدام مع معارضيه لكن ورغم ذلك فإن مفهوم التوافق الإسلامي والتماهي معه كان وما زال قوة إيجابية في إدارة العراق السياسي في السياق الأحدث الحالية وفي إطار القمة الإسلامية أحب أن أتصور الحدث على أنه بداية لمرحلة تحرر حقيقي لإدارة السياسة الإسلامية ومن ثم العمل على تكاملها وتعونها ويعتقد كثير من القيادات السياسية بأنه على غرار الحرب العالمية الأولى ما تزال القوى العالمية الكبرى معارضة للتوحد الإسلامي وأنها ستحاربه كما حاربته سابقا ويختم الكاتب ما قاله بالقول في حال بذلت الجهود المطلوبة ونجح أردوغان في مساعيه ببداية عهد جديد للأمة الإسلامية فإننا سنرى حينها عالما جديدا بتركيا جديدا ونقرأ في صحيفة عكاظ مقال رأي لمحمد فكري بالعنوان الأسد العقدة والخط الأحمر ورهانات الملال الخاسرة مع بدء كل جولة مفاوضات سورية لا نفاجأ حين تتحدث أبواق النظام عن أن الجزار المدعو الأسد خط أحمر وإذا كان وزير خارجية النظام والد المعلم لا يمل من تكرار هذه الجملة حتى فقدت معناها بعدما استبيحت بلاد الشام من القاسي والداني وحوله بشاره الطاغية إلى ملاذ للإرهابيين والقتل ومصاصي الدماء وباتت قبلة للمرتزقة من كل جنسية العالم لكن الخط الأحمر جاء هذه المرة من مستشار مرشد الملالي علي أكبر ولاية الذي اعتبر أن رحيل الأسد خط أحمر بالنسبة لطهران وعلقت نعم هو كذلك بالنسبة لكم ليكون خطا أحمر أو أزرق أرسموه ولوينوه كما تشاءون ولما لا فأنتم هو ترسم وتلوين وتزوير لكن مارسوا حماقاتكم بعيدا عن الشعب السوري صاحب الحق الوحيد في وضع الخطوط الحمر وفي فك العقد إذ أن ثمت من يتحدثون عن عقدة الأسد أيضا وأكدت السوريون وفقتهم من يرسمون خطوطهم الحمراء وغير الحمراء لأنهم ببساطة هم من يمنحون المشروعية وهم من يمنعونها هم من يحاسبون فيثيبون ويعاقبون وقالت السوريون بلغوا الرجد فلا تقرروا عنهم شيئا اتركوهم يختارون ويفرزون ويقررون فقد علمتهم السنوات الخمس العجاف ما تعلموه من قرون مضت بعد أن شردهم سفاحكم وحولهم إلى شعب من اللاجئين في الداخل والخارج رهاناتكم خاسرة وتدخلاتكم فاشلة وألمحت الصحيفة قائلة الاتفاق وقع فقط يتبقى لإخراج النهائي وإزدال الستار ثم تتفاهمات روسية أمريكية حول جزار سوريا لكن مهما كانت صفقات خلف الكواليس فلن ينجو أبدا هذا السفاح من سيف العدالة طال الزمن أم قصر واختام حلقة اليوم مع جريدة حبر ومقال عدي الحلبي بعنوان جينيف الثالث أم سانريمو الثاني جاء فيه هدوء عسكري ونشاط سياسي لم تشهده المفاوضات منذ سنوات لا سيما بعد إعلان روسيا انسحابها من سوريا مؤخرا حيث طرحت المفاوضات عدة حلول بغية حل الأزمة السورية والتي كان أهمها التقسيم الفدرالي للأرض السورية بين الأطراف المتنازعة فقررت جينيف الأولية تعود بذاكرتنا إلى عام 1920 حين اجتمع الحلفاء في مدينة سانريمو الإيطالية لعقد معاهدة يقسمون بها منطقة سوريا الكبرى ويوزعونها بحسب المصالح الاستعمارية فيما بينهم لا سيما البريطانية منها والفرنسية حيث يعد مؤتمر سانريمو امتداد لمؤتمرات عديدة منها مؤتمر لندن المنعقد في فبراير عام 1920 وقد أسفر مؤتمر سانريمو حينئذ على تقسيم سوريا الكبرى إلى أربع مناطق هي سوريا والأردن وفلسطين واللبنان بالإضافة إلى الهدف الآخر لهذا المؤتمر وهو محاولة الخلفاء الاتفاق مع تركيا لإرغامها على المصادقة على معاهدة سيفر لم يكن مؤتمر جينيف مختلفا تماما عن مؤتمر سانريمو فهو يعد امتدادا لمؤتمرات عديدة جينيف الأول والثاني بالإضافة إلى أن القرارات الأولوية توحي بأهداف مماثلة لمؤتمر سانريمو وعلى رأسها التقسيم الفيدرالي فالفيدرالية ما هي إلى ثوب جديد سيتذرع به المتقسمون الجدد تحت غطاء حل الأزمة سياسيا فما جينيف الثالث إلا سانريمو آخر سيقسم سوريا الصغرى أيضا وسيحاول إرغام تركيا على المصادقة على مقرراته كإقامة دولة كردية قرب الحدود التركية والتاريخ يشهد بأن الغربيين لم يكونوا يوما مهتمين بالشرق الأوسط بل اقتصر اهتمامهم على ثروات الباطنية والظاهرة وسعوا إلى تأمين مصالحهم المستقبلية بالسيطرة على أراضي واسعة فهل سيكون التقسيم نتيجة عناء خمس سنوات من الصراع؟ أم أن الوعي الوطني بخطورة التقسيم لما له من تأثير على قوة الوطن سيقف عائقا أمام المخططات التي تحاك تحت الطاولة؟ وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة